خلوني هنا اخد جزء من اجواء وما حدث في الكاميرون عن لسان سفرنا سيادة السفير متحة المليجي سفير جمهورية مصر العربية بالكاميرون اهلا بحضرتك سيادة السفير اهلا بحضرتك سيادة السفير ازاي الصح يا فندم كله تمام؟ كله تمام عواسين في المطار الحمد لله المشجعين بيقيمه اجراتهم ايوا ان شاء الله معاهم حتى ما يركبوا الطيارة بإذن الله بطريقهم سعداء الى ارض الوطن بإذن الله بإذن الله بإذن الله دعب عم الحالة بتاعت المشجعين في السماء الروح المعنوية في السماء فندم كلنا طبعا اتخيل انها في مصر اكثر يجينا كريم يا ما شو الله طبعا احنا شفنا بنفسنا الزي السميزة اللي يعمل على بعض طريرها المنتابة طبعا ان هو بعد هدف مباكر في مرمانة لان احنا نتعادل ثم نسوي دي ما حاجة كنت ريسة بتصدق جدا في دي الشغل اللي اتعمل سواء من كابتن محمد طراح او كابتن فيدي جيد يعني حقيقة كان مرش جديد جدا بتاع جنب سفير المغرب وكان يكلمني بصراحة بساعة من فوس لوحك يشعر بالصخر يعني لما يلاقي ان حتى خصني بيعترف بأصدام يوجه في الملعب وان هو يستحق ان هو يكون في الجيس النهائي ان شاء الله طب دي حاجة كويسة جدا بس طبعا يعني احنا عارفين انه بعثتنا الدبلوماسية وعلى رأسها سيادة السفير تعبوا معنا جدا هناك في الكاميرون بقول سيادتك احنا عارفين انه بعثتنا الدبلوماسية وعلى رأسها حضرتك سيادة السفير تعبتوا معنا هناك جدا في الكاميرون علشان الاجراءات والاوراق وما الى ذلك من تفاصيل للمشجعين المصريين والله احنا مستعدين نجعب قد تجده عشر مرات بس انه نفوز كل مرة وغيثا من نرجع بالشاشة ان شاء الله كله هون طالما في النهار نحاق على النفايد مش باش بالكورة او في الرياضة على كل شو اي مزايد طالما الانسان دي يلاقي قدام المجيزة في الحق مستعد الراحة يجعب اكتر واكتر والله يا فندم احنا عايزين نشكر حطك جدا نجدد الشكر ونقولكوا دايما يعني تعبنكم معانا كل الشكر لسيادتك وكل الشكر ليه كل افراد بعثتنا الدبلوماسية بالكاميرون شكرا سيادة سفير متحة المليجي سفير جمهورية مصر العربية بالكاميرون